هي حديقة بالاسم فقط، لكن الواقع يقول بأنها أشبه بمكب للنفايات بشتى أنواعها، بما فيها مخلفات المحلات المقابلة، حديقة مهجورة شوهت المنظر العام. التوجه الآن لإعادة الاعتبار للحديقة المقابلة لمستشفى الإخوة مغلوة حتمية من أجل استعادة الوجه الجميل للمدينة التي تفتقر أصلاً للمساحة الخضراء. اليوم نحضر هذه الحديقة التي نريد إعادة تأهيلها من خلال أفكار، وكان نقاش مثمراً من حيث أننا نفكر أن نجعل منها معلماً أولاً تاريخياً، ونجعل منها متنفساً ومكان ارتياح بالنسبة للمواطنين. العملية ستتواصل بالنسبة لحديقة البلدية وحديقة أخرى. السلطات الولائية أكدت أن مجهوداتها لن تنجح بدون مساهمة المواطن الإيجابية من خلال المحافظة على المساحة الخضراء المنجزة ضمن فكرة اليد الخضراء. نحن رحين نحاول أن نرجع لها الوجه تاحباً يعود الناس تجي تزور ترتاح إلى هنا وتسيب ملجأ وين ومتنفس للراحة هي للعائلات والأسر اللي يكونوا مقراب من الحديقة هذه. استعادة الوجه الجميل للمدينة يمر بحتمية إعادة الاعتبار للمساحة الخضراء الكفيلة بتقديم ولاية ميلة في أبها حلع يحلم بها المواطن الميلي.